قلت لي قبل شوية يا عصام حكم أكل الميتة لكن متى يباح أكلها؟ هل في حالات الميتة محرمة مع دل إحنا استثناها الشرع اللي هو ميتة البحر كما قلت قبل قليل ميتة البحر ده مستثنى إلا ما يطفو على سطح البحر لأنه ما يطفو معناها فسد فده في ضرر على الإنسان يعني ميتة البحر إذا طفت على سطح البحر معناه أن هي جواها فسد فمعناه في ضرر على الإنسان فمعناه يمنع للضرر طيب ده الميتة البحر ده ما فيش ضرورة ده طول عمرك تأكل منه يعني تستخرجون منه لحمة طرية لوعالة تأكل منه لحمة طرية لوعالة إيه السمك من اللحم الوحيد الذي امتدحه القرآن الكريم طيب الميتة في غير ذلك الميتة محرمة أماما لا تحل إلا لضرورة واحد أشرف على الهلاك هي موت مش بقى واحد جعان جوعي يستحمل يكمل لا هي موت إذا ما كلش هنا تحل له الميتة لكن في ضوابط فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يأكل ما يقيم به صلبة اللي عيشه لحد ما يكمل ولا يحلال مش يأكل لما يليه من بطنه آه والله حرام حلال بات دي نعم فخدة القنزير دي لما نشويها لا المطلوب الحاجة اللي انت تكمل بها حالة زي المتة تحل الخمر نعم امتى واحد بيموت عطشان ما فيش قدامه غير الخمر ياخد ايه اللي يكمل به مش اربع لا هنا الضر تقدر بقدره على أد جوعك وعلى أد عطشك ما يضرأ عنك الهلاك طيب